اقبى هجماتها المستمرة وتهديدها للمصالح والبعثات الأجنبية في العراق لسيما السفارة الأمريكية في بغداد أعلنت ميليشيات الحجد براءتها من عمليات استهداف المصالح الأجنبية التي حدثت مؤخرا فبعد أن كانت الميليشيات تؤيد علنا أو بشكل غير مباشر الهجمات رفضت خلال اليومين الماضيين استهداف البعثات الأجنبية خلال بيانات متتالية للميليشيات كان آخرها لميليشيا الحجد الذي اعتبر أن تلك الهجمات لا تحقق المصلحة لأحد موقف الميليشيات المتغير جاء بعد أيام من رفض وزارة الخارجية الإيرانية للهجوم الذي استهدف سيارة دبلوماسية تتبع السفارة البريطانية في بغداد فيما أكدت الوزارة أن أي هجمات تطال الوفود والبعثات الدبلوماسية في العراق تعد غير مقبولة دعية الحكومة في بغداد إلى توفير الحماية اللازمة لها أما زعيم التيار الصدري مقتدى الصادر فقد حذر من ضياع العراق جراء ما تقوم به بعض فصائل ميليشيا الحجد من عمليات قصف واغتيال واختطاف فيما أكد على ضرورة النأي بالعراق عن صراعات الآخرين حديث الصادر يفتح الباب مجددا أمام صراع الميليشيات الداخلي على المكاسب ومناطق النفوذ هذا التحول في توجه الفصائل المسلحة في العراق أكد مراقبون أنه جاء بسبب دوران تلك الميليشيات في فلك إيران كما أنها تلتمس مواقفها وتتبنىها مباشرة فيما أشار إلى أن هيئة ميليشيا الحجد تبنت تصريحات طهران بشأن عدم استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق وأصدرت بيانها على وفق ذلك ويبقى السؤال الأهم في كيفية إعلان هذه الميليشيا براءتها من استهداف البعثات الدبلوماسية وهي التي توعدت بضرب السفارة الأمريكية والبريطانية وعليه فمن غير الممكن نفي هذه الأعمال التي ترتكبها تلك الميليشيات حتى وإن ادعت أن لا علاقة لها بها